سشهد وأصيب عدد من المواطنين إثر غارات وقصف مدفعين إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطع غزة ذلك في اليوم الـ 22 بعد 300 من العدوان الإسرائيلية المتواصل على قطع غزة وفدت مصادر صحية باستشهاد مواطن إثر قصف مدفعين إسرائيلي استهدف منطقة المفتي شمال بخيم النصيرات بينما أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة دير البلح وسط قطع غزة في السياق ذاتي أفاد الدفاع المدني بوقوع عدة إصابات بقصف استهدف منزلا بمنطقة الشيماء في بيت لهيا كما أفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف من طارات الاحتلال على تجمع للمواطنين شرق حي الزيتون بمدينة غزة ترجمة نانسي قنقر